موسيقى صباح النور أمين صباح الخير ليك ولكل المتابعين في كامل أنحاء العالم العربي يعيشك يا أمين به إذن مشروع أحلو الإسم أحلو الفكرة في حذاتها جميلة جدا أحكينا على يعيشك اللي تم إطلاقها في مطلع هذا العام كيف جاءت الفكرة ليك وإلى كل المجموعة اللي معك يعيشك أمين ساعة أول حاجة مرسي على استيضافة البهية هذه أول حاجة حبيت نحكيها على عيشك هو سيت موجود على الانترنت www.عيشك.com الفكرة جاءت من الحاجة للتونسي اللي يعيش البر ومش الحاجة حتى الاشتياق للمنتجات نتعب ليدو دونك عندي صديقي وشريكي في المشروع هذية أمين باطوت دونك هو دجا يعيش في باريس في فراسا أمين شيف اللي فهم حاجة للتونسي بكل ما يربطوا ببلاده وهو عايش بعيد عليها دونك على الأقل يرقى منتجات تقرب له ريحة البلاد وتخلي تونس كينها بحذها جميل الناس كل تسأل قالوا علش الكلنا أمين من تونس وكل أمين يعيش في بلاد ومش في تونس كلنا أمين معنا به الهدف من هذه المنصة طبعا أنت ذكرت قلت الفكرة أمين أنه الإنسان صحيح يشتاق برشا إلى منتجات بلاده والحاجات خاصة اللي موجودين في تونس ولكن ما حسيتوش هكا أنه فما نوع من المخاطرة اللي يمكن أنه المشروع هذا يمكن ما ينجحش خاصة وأنه مع الأسف الإطلاق متاعه كان اتزاما مع جائحة كورونا اللي طبعا تفشيت في كل دول العالم شوف أمين أنه رأوا أي مشروع بش يطلقوا أي شاب وإلا أي إنسان معرض لأي أنواع المخاطر مهما كانت الظروف ودعون كل مخاطرة كيف تصفوه معنا أنه الواحد يخاطر ويجرب وكما فما ريسك أنها ما تنجحش كما فما أمل أنها تكون حاجة ناجحة برشا سيخطوه اللي احنا ممسينا أنه فما كما وقتلك حاجة احنا نحاولنا نكونوا حاضرين بش نلبيوها لفيت أنه احنا انطلقنا في المشروع هذا نهار واحد جنوبي 2020 كان أول انطلاق للموقع متاعنا www.ishek.com هذا هو كان أول ده من بعد في ساعة في ساعة كما نقول أنت جيت للجائحة العالمية قال لي الحق ما حدث لناش من العزيمة بتاعنا بالعكس احنا حاولنا نلوجه على الحلول فما صعوبة أكيد أما حبينا نلقاو الحلول ركزنا على الحلول ما ركزناش على المشاكل مشينا للحلول لحاجات اللي نجمونا نلقاو بها كيفاش نتواصل ونوصلوا لكل تونسي في كم الأنحاء العالم على خطر احنا موجودين براتيك مو في أكثر من خمسين دولة حول العالم باش نحاولوا نوصلونهم الكل عن طريق المنتجات التونسية 100% به أحكي لنا الآن على طريقة العمل خاصة بهذا الموقع أمين إذا أنا شفت منتج معين وحابب أنه يكون موجود عندي كيف يمكن أنه يعني طبعا أخذ الطلبات وتسليمها خاصة مع هالمشاكل حاليا وأنه يمكن في هالوقت هذا تحديدا مسكرة أغلب المطارات ولكن مع الانتلاق وأنه إن شاء الله ترجع تفتح هل هي موجودة في كل دول العالم يعني التونسي اللي موجود في كوستاريكا كما تونسي اللي موجود في الصين كما اللي موجود في أوروبا قادر أنه يخوا من المنتجات اللي موجودين على موقعكم أكيد أحنا قاعدين نحاولوا أمين أن نوصلوا للكامل أنحاء العالم قاعدين نحاولوا كل مرة أن نزيدوا نمدوا في الانتشار متاعنا في العالم الكل الطريقة سهلة تدخل على الموقع متاعنا تلقى أكثر من 700 منتج تونسي تختار المنتجات اللي أنت حاش تكبير الكل لدينا مواد غذائية لدينا صناعات تقليدية تونسية لدينا المنتجات التلاثية متاعنا تواب التونسية تربط كل تونسي فينا يحبها وعندولها حانين من نوع معين كما قلت أنت إحنا من الأول بدنا نخدم في أوروبا أساسا من بعد حاولنا ننفتحه أكثر على الدول العربية وعلى الأمريكيتين وذنك هذين قاعدين نوصلوا بشوية بشوية صحيح ثم بعض المناطق اللي تسكرت من بعض الجائحة متاع الكورونا بشوية بشوية الدنيا قاعدة ترجع للحالة الطبيعية متاحها وإن شاء الله بعد شوية وقت الدنيا الكل تتحل وإن شاء الله ما عادش نلقاه حتى من شكل مناعه هذي كما قلت لك اللي يحب يدخل يختار المنتجات متاعه وكل شيء متوفر على الموقع هذي يختار حتى من كل منتج نحطه برشا أنواع تلبية للرغبات بشكل واحد يحب على حاجة يلقى منها موجودة على الموقع جميلة جدا الفكرة هكيكة على أقل هريسة متاعنا تولي موجودة بارتو هي موجودة بطبيعتها بكل مكان يعني عليك المهم تصل لنا كلنا يعني هو ومش المنتجات لكل مش المنتجات لكل في العالم دونك فيما مناطق أي فيها برشا توانسا دونك بشتلقى فيها أكثر منتجات تنسية متوفرة على خطر نعرفوا إحنا التونسي بشتلقها موجودة في كل بلاسة أما فهم مناطق فيها أقل توانسا فيها أقل للمنتجات هذي دونك احنا المنتجات هذما هما اللي حابينا نوصل لهم حابينا نوصل للمناطق الكبيرة أو المناطق الصغيرة وكل بلاسة في العالم فيها أي تونسي عنده الحق يتمتع مونتجة بلاده ويمكن حتى فرصة مش فقط للتونسي أمين يمكن حتى نعتبروا أن المنصة هذي قد توصل حتى إلى جنسيات أخرى وتعبر على المنتجات التونسية أكيد أكيد نعرفوا في الوزرنا اكتشفنا الوزر من غير التونسيين مؤلاء بثقافة التونسية بالأكلات التونسية وبالمونتاجات التونسية الكل ونلقينهم يلوجوا على المونتاجات متاعنا برشا 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 في العالم الكل دانكوي مش كانت تونسا حتى لي مهمش تونسا ومغرومين بتونس بمونتاجاتها هما مرحبين بهم بحثنا ودجا موجودين يعني نحن إن شاء الله نتمنى أنه هالمنصة هذية أيضا تكبر وتكبر بيكم شاباب تونس الكل طبعا أنا نعرفك حتى أنتي شخصيا أنه أرتيسته بالأساس ودائما أنه معروف الشباب التونس يتفنوا بإبداعاته يحاولون أنه يوصل تقريبا ويوصل منتاجات بلاد ويعرف عليها بشكل جميل الآن كيف سيكون مستقبل هذه المنصة ما هو الطموح يمكن أو السقف العالي من الطموحات لهذه المنصة منصة عايشك نحن حاليا أمين نحاول نجده في الموقع متعنا ونطوره فيه بحكم اللي حاسينه فيما أقبال كبير خاصة قبل أيام من العيد الآن سألوجد باش تقرب ريحة البلاد أكثر بمناسبة العيد وبنسبة شهر رمضان نحن نحاول باش نطوره ونحصنه في المردودية منتع المنصة هذه في السرعة تتتفق منتع الانترنت وإلا في سهولة اختيار المنتجات هذي الكل قاعدين نطور فيه الانترنت نحن نطور فيه اللي كيب تكنيكي منتعنا قاعدين نفهم خدمة كبيرة برشا برشا ونحصنه إن شاء الله كل ما نجده نحصن نجده نطوره في الحكاية هذه أخر سؤال أمين في أقل من دقيقة الإجابة لأنه مهم أعتقد يمكن يتابعوا فينا توينسا التوينسا اللي يقوموا بإنشاء بعض المنتجات الحرافية بطريقة يمكن الهاند مايد أو الحاجات اللي هي طبعا اللي يأسوا في مشاريع صغيرة كيف يمكن أنه يتواصلوا معكم كمنصة ويقدموا منتجاتهم من خلال المنصة أكيد أمين مجال مفتوح وحنا هذا كان هدف من أهداف عيشك هو أن نلقاوا أكثر سبل وأكثر طرق للحرافين هذوما بش يروجوا منتجاتهم مشكلة في تونس في العالم الكل ذنك إحنا التواصل معنا ساهل برشا عنا صفحة الفيسبوك متعنا اللي هي عيشك يدخلوا عليها ينجموا يبعطونا مساجات يوريونا نشوف المنتجات متاحهم وبعد يكون التواصل حتى نمشيوا بحضيهم ومشيوا بحضينا ونشوف المنتجات بأسير فما الجودة نراعيها في المنتجات اللي نقدموها على عيشك بونكام دونك الجودة حاجمهم برشا برشا دونك هذاك عليش ما حابينيش ما حابينيش الموقع يكون ماركت بلايس ما حابينيش يكون أي باقع يجي يحط المنتجات متاع ويعرضها اللي هي حاجة سهلة تعتبر بالنسبة لنا احنا لا احنا اخترنا طريق الأصعب ضمانا الجودة متاعنا وضمانا أنه تكون فما منتجات ذات جودة عالية هذا وضنك احنا بالعكس ببنى مفتوح لأي حيرة فيه وأي تونسي عنده منتجات ويحب يساهم بها في المنصة هذه شرط متاعنا الوحيد أنه يكون المنتجات هذه ذات جودة عالية دونك يكون تكتيني على صفحة الفيسبوك والانستغرام تانا عيشك وإلا يبعثنا مساج عن طريق الموقع متاعنا اللي هو سهل برشا دونك وهذه هي المنصة عيشك اللي تمتلقها من الشباب التوينسا واللي تهدف طبعا إلى طبعا نشر هالمنتجات التونسية وتشجيع أيضا على كما قلنا الحرفيين اللي عندهم جودة عالية بالإضافة أيضا إلى أن المنتجات التونسية توصل إلى التوينسا في كل دول العالم أمين ديميسي مرة أخرى نشكر كبرش على حضورك معنا يعني نورتنا وشرفتنا في ستوديو صباح النور عيشك ونشرف يا عيشك يا عيشك